أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة موثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أهمية النشاطات الرياضية الترفيهية التي تحمل أهدافا اجتماعية خاصة مع التزايد الكبير والاهتمام الواسع من قبل مختلف شرائح المجتمع البحريني بتعظيم دور رياضة المجتمعية مشيرا سمو الأهمية توسيع قاعدة الممارسين للرياضة في المملكة باعتبارها نشاطا صحيا وانطلاقا من القول الماثور العقل السليم في الجسم السليم جاء ذلك خلال مشاركة سموه من مشاركة أنجالة سمو الشيخ حمد وسمو الشيخ محمد وسمو الشيخ الشيما في ماراثون الألوان والذي نظمته لجنة عدائية البحرين تحت رعاية جزر أمواج وشركة فيفا البحرين في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية مشاركة 1700 مشارك في مختلف الأعمار وأشار سموه إن ما يبعث على الفخر والاعتزاز والتفاعل الكبير من قبل مختلف الفئات العمرية في المجتمع البحريني مع رياضات الترفيهية والمهرجانات المختلفة الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أهميتها في تغيير المفاهيم ونشر أهمية الرياضة ومنافعها الصحية وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع مضيفا سموه إلى أهمية زيادة حجم البرامج والأنشطة الرياضية المجتمعية وسبل النهوض بما فيها بالفكر المجتمع البحريني بالإضافة إلى وضع الخطط والتصورات التي تجذب كافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة وأعرب سموه عن تقريره للتعاون البناء الذي جمع بين لجنة عبدائية البحرين وشركة فيفا البحرين وجزر أمواج والذي سهم في إنجاح هذه الفعالية وصولها إلى الأهداف التي وجدت من أجلها متمنيا أن يتواصل هذا التعاون في المستقبل لما له من آثار إيجابية على المجتمع البحريني وكان الماراثون قد تضمن فئتين الأولى للعموم 5 كيلومتر والثانية للصغار كيلومتر واحد وحظي مشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف فئات المجتمع ويعد من النشاطات الأكثر متعة وترفيها على الإطلاق ودائما ما يحظى بمتابعة مشاركة عدد كبير من المواطنين والمقيمين الأعداد اليوم التي شاركت فوق الألف شخص التذاكر مباعت كلها لا يوجد تذاكر زود تقول لي لماذا لا يوجد تذاكر وهو عمل خيري الحمد لله يعني الناس ساهمت ودفعت حق التذاكر وشاركت فيها البطولة هذه أنا أتوقع إن شاء الله السنة القادمة عندنا أدبال أدبال هالأرقام التي شاركتها المرة أعتقد طالع بك إحنا بحاجة إلى أنشطة ترفيهية من هذا النوع من الرياضات على أساس الناس تتمارس الرياضة نعم طبعا يعني الحركة بركة نحتاج إحنا نزيد من هالتمارين ونزيد من هالأنشطة نوعي الناس نوعي الأطفال داما أنا مخلي أبنائي في وجه المدفع في هالأمر هذا فهم لازم يتحملون هذا الشيء من أجل أطفال مملكة البحرين